احيانا مربيين كتير من مربيين الدواجن بيفكروا ان استخدام المطادات الحيوية بيمشي بشكل وقائي يقولك انحطت المطاد الحيوي ده بشكل وقائي فتلاقيه كل اسبوع بينزل 3-4 ايام مطاد حيوية كل اسبوع مطاد حيوية بالرغم من ان صحة الفراخت كويسة جدا صحب العلف صحب المية زي ما الكتاب بيقول ومع ذلك هو مكمل في برنامجه بيحط مطاد حيوي بشكل وقائي كل اسبوع على اساس انه يعني ايه الوقاية خير من العلاج النقطة دي فيها خلط كتير برضو مع مطادات الكوكسيدي الناس تقولك انا بحط مطاد كوكسيديا وقاية برضو بنفس الفكرة وبنفس الطريقة طيب انا هنا علشان ابسط لك وقديك المعلومة الزتونة اللي ممكن تفيدك وان شاء الله تفيد فراخك ويمكن توفر عليك فلوس كتير على مدار السنة لكن كالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك معنا في القناة علشان يصلك كل جديد ويلا نبدأ بعد الفاصل اهلا وسهلا بحضرات عزيزي مربي الدواجن المحترم اخويا الفاطئ احنا ليه بنستخدم المضادات الحيوية في صناعة الدواجن يعني او حتى في الانسان احنا بنحط المضاد الحيوي علشان هذا المضاد الحيوي لاما قاتل لاما مصبت للبكتيريا يعني هو الهدف الرئيسي ان يواجه البكتيريا فاذا كانت الفراخ في العنبر عندك في حالة صحية جيدة يعني ما فيش نشاط بكتيري يعني سحب العلف والمية كويسين جدا الحاجة لاستخدام المضاد الحيوي غير موجودة ان المفروض المضاد الحيوي ده انت هتضربه في مين قدامك حاجتين لاما هتضربه في البكتيريا لاما هتضربه في الفرخة نفسك يعني هيدور لاما يدور البكتيريا ويموتها وبيدي شوية اثار جانبية برضو او بيدرب برضو الفرخة نفسها في كليدها في كبدها في منعتها في البكتيريا النفعة اللي بتغضم العلف يعني المضاد الحيوي زي ما له اثار مفيد انه بيموت البكتيريا ضارة هو كمان له اثار ضار انه ممكن بالمرة بيموت البكتيريا النفعة فبيأثر على معدل التحويل لو ما فيش بكتيريا ضارة بيأثر على المناعة والكبت والكليم على فلوسك الماني يبقى انت علشان تستخدم المضاد الحيوي زي الانسان بالظبط ان ما كانش فيه داعي انت هلكت فرختك هلكت جيبك هلكت عمبرك بدون ما يكون فيه داعي طب هل هنا فيه واحد يقول لي ايه ما هو ممكن يا دكتور يكون المضاد الحيوي وده وقاية علشان ما يتجيش بكتيريا لتاني وتالت مرة بعيد وذكر حضراتكم البكتيريا لا تأتي من الخارج في اغلب الاحيان البكتيريا تنشط من الداخل يعني بنسميه نشاط بكتيري النشاط ده بيحصل امتى اذا وقع الدجاج تحت سترس تحت ضغط اجهات يعني الفراخ في العنبر لو حصل اجهات حراري او برد او اي سترس ضغط تزاحم ناقل اي ضغط فالمناعة بتهبط فينشط او فتنشط البكتيريا يعني انا لو استخدمت مضاد حيوي 3 ايام برنامج وقائي على كلامك على كلامك ان هو اليعني وقائي وجينا الفراخ دخلت تحت اجهاد معين برد او حرارة او نقل او اي اجهاد او كوبسيديا تمام هل مش تاني يوم البكتيريا هتنشط هتنشط يبقى انا استفدت ايه من الثلاثة ايام اللي فاته فاهم الفكرة يعني انت حضرتك بتستخدم المضاد الحيوي 3 ايام في توقيت مفيش له يعني السلاح من غير هدف ايه الهدف لما لسه مفيش مثلا بكتيريا ولسه ما عندكش مشكلة بكتيريا مفيش مرض فمش هيضرب غير فلوسك وفراخك وكلية الفراخ وكبدها ومنعتها وبكتيريا النفعة زي ما شرحت لحضرتك وكمان مهواش وقائي يعني هو مش هيبنع البكتيريا اللي هتحصل او اللي هتنشط اذا حصل اجهد فراخك يبقى ليس هناك اي داعي لاستخدام مضاد حيوي طول ما الفراخ سليم الداعي ده ممكن انا شوفه على شكل اسهالات الداعي ايه هو الداعي في بدأ اسهالات تشتغل يبقى كوليستريديا مثلا كخة او عرض من اعراض الجهاز التنفسي يبقى ممكن ادي برنامج هنا بقى في الحالة دي ممكن يبقى له داعي لكن من غير داعي خالص من غير اي اعراض واقول اصلا هو كده العمر ده بقى حط مضاد حيوان في العمر ده بحط الدكسي او الاموكسي بيجيب معاك نتيجة هو فين اصلا المشكلة عشان يجيب معاك نتيجة يعني هو بعد الثلاث يام ما يخلصه لو حصل استرس او اجهاد او اي مشكلة التلاث يام اللي فاته دول مش هيشفعه لك هيحصل نشاط بكتيري بعادي خالص لانها يعيش البكتيريا جوه جسم الطائر بتنشط اذا حصل اجهاد برد ناء فيروس الفيروس بينشط البكتيريا يعني تلاقي دايما بعد اي فيروس بنسميه secondary bacterial infection نشاط بكتيري ليه لان الفيروس حبط المناع فالبكتيريا بتنشط دي نقطة مهمة قبل ما تكون مهمة لفراخك مهمة لجيبك ولفلوسك انت ده مشروع اقتصادي في حاجات بقى تنفع وقايا مضاد سموم بينفع للوقايا منشط الكابد وغسل الكلو الفيتامينات ومش كل انواع الفيتامينات يعني الفيتامينات اللي بتضب في الدهون زي الف وكاف وهيه ودال برضو خدهم او حطهم بالكميات محدودة اما فيتامين سي مفيش مشكلة لو زاد شوية عندك مضاد الكوكسيديا برضو ممكن يمشي وقايا في عمره معين حسب برضو فرشتك وحسب يعني مش ما تنتظرش في الكوكسيديا انك تشوف اسها لحمة بس لو شفت الارضية فيها رطوبة فهم اه ممكن احط هنا مضاد كوكسيديا وقايا لانه فيه ستيجس فيه مراحل من دور الحادث الكوكسيديا ممكن تشتغل عليها قبل ظهور الاعراض يعني معظم الادوية حتى التحسنات في مجال الدواجن تمشي وقايا الا المضاد الحيوي يفضل او بالمنطق كده هو ما بشتغلش الا على البكتيريا فما تكونش مصرف في استخدامه الا اذا كان فيه داعي هيكون بكده اوفر لفلوسك واريح لفراخك وان شاء الله انفع عليك على مطار السن بكده نكون خلصنا او لخصنا فكرة النهاردة ارجو انها تكون عجبت حضراتكم اللي عنده اي سؤال شرفنا فيه التعليقات ويا ربا اشوفكم دايما في خير واحسن حال كان معكم سامح عسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته